موضوع المخدرات ده الحقيقة موضوع لما تيجي تتكلم فيه فتيجي تحط إيدك على الفئات يعني مين الأكثر تضرراً أو مين الناس اللي بيروحوا لهذا المخدرات ما تقدرش تحدد فئة ولا تقدر تحدد مين يعني هل الإنسان الأقل يعني الفقير مثلاً لا هل الإنسان المتوسط لا أنا الإنسان اللي عنده فلوس لا قال اللي عنده تعليم لا قال يعني ما تعرفش هي بتبدأ إزاي لكن أكيد هي فيها مشكلة من البيوت فيها مشكلة إنه الناس ما تبقاش على قدر من الوعي والاهتمام بصحتها وإن الناس بقى تروح مع أي حد وإن واحد يجرب فيقولك بس جرب طب شوف لا أصل السجارة دي مش هتأثر أصل الحشيش ده حاجة خفيفة طب روح لده وبعدين رجله تيجي وبنشوف مشاكل كتيرة جداً في العائلات وما بيعرفوش يحلوها لأنها الحقيقة محتاجة علاج قبل ما نروح للعلاج يا رب نلحق نوقف المشكلة قبل ما تدخل في الإدمان خلينا نتكلم في الموضوع ونفكر فيه معاكم بصوت عالي دكتور عبد الرحمن حمد استشارة طب النفسي ومدير وحدة علاج الإدمان السابق بمستشفى العباسية بساعة الخير يا دكتور بساعة الخير هو منتشر يعني كده موجود في فئات كتير وفي طبقات كتير تقرير المخدرات العلامي بتاع 20-22 ده صادر من حوالي يعني 3-4 شهور كان عنوانه كده مشكلة المخدرات أكثر تعقيداً وأكثر انتشارة عدد الناس اللي خدوا مخدرات في السنة السابقة اللي فيها التقرير كانوا حوالي 300 مليون 300 مليون في العالم؟ على مستوى العالم عدد الناس اللي على نامة دار كان حوالي 36 مليون يعني على نامة دار فقد السيطرة المخدرات سببت له مشكلة كبيرة يعني 300 مليون متعاطي؟ بالظبط كده واللي فقد بقى خلاص اللي فقدوا السيطرة ووصلوا لمرحلة الإدمان الشديد اللي يحتاجوا ربما للحجز اللي حصل لهم مشاكل نفسية أو مشاكل صحية نتيجة للإدمان أو تسجنوا بسبب الإدمان أو فقدوا وظائفهم حوالي 36 مليون حقا